ثامنا صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم طلق الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون تناول الجهود الجارية لرامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين أكد ضرورة تعاون الأطراف المعنية لضمان تحقيق تقدم يؤدي إلى حقن الدماء وتخفيف المعاناة الإنسانية الحالية في القطاع بالإضافة إلى دفع مصار حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة باعتباره المصار الوحيد القادر على التحقيق الأمن الحقيقي والاستقرار المستدام في المنطقة وخلال الاتصال أكد الرئيس السيسي موقف مصر القاطع برفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر بأي شكل أو صورة وهو الموقف الذي يحظى بتوافق دولي كامل ومن جانبه أكد الرئيس الفرنسي دعم فرنسا التام لموقف مصر كما شدد الرئيسان على خطورة أي تصعيد عسكري في رفح لتدعياته الإنسانية الكارثية على حوالي مليون ونصف المليون فلسطيني بهذه المنطقة كما حضر الرئيسان من خطورة توسع الصراع على المستوى الإقليمي ومن ثم ضرورة الدفع السريع لجهود وقف إطلاق النار والتهدئة الإقليمية أكد وزير الخارجية سامح شكري رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين سواء كان ذلك تهجيرا داخليا أو خارجيا وقال شكري في مقابلتنا مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي على هامش مؤتمر ميونخ للأمن إن مصر تفعل ما بوسعيها بالتعاون مع الدول الصديقة والولايات المتحدة من أجل رفع المعاناة عن الفلسطينيين المدنيين وفي مسعى أيضا لحل هذا الصراع والتوصل إلى إطلاق صراح الرهائن ووقف الأعمال العسكرية بما يؤدي إلى وقف نهائي للأعمال العدائية وفي هذا الصياق رفض الرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو فكرة إجراء انتخابات مبكرة وذلك في الوقت الذي تجمع فيه أو تجمع فيه ألف الإسرائيليين في تل أبيب للمشاركة في احتجاج مناهض للحكومة وعند سؤاله خلال مؤتمر صحفي عن الدعوات داخل حزب ليكود الحاكم لإجراء انتخابات مبكرة فور انتهاء الحرب في غزة قال نتنياهو إن آخر ما يحتاجه الآن هو الانتخابات والتعامل معها هذا وتظهر استطاعات الرأي تراجع شعبية نتنياهو منذ السابع من أكتوبر الماضي كما طلب وزير الأمن القومي الإسرائيلي اتمار بن غفير بمنع الفلسطينيين من الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان وتأتي مطالبة بن غفير بعد يوم من إعلان تلفزيون الإسرائيلي أن الوزير يضغط من أجل منع الفلسطينيين من دخول الحرم القدسي خلال شهر رمضان هانا الرئيس الروسي بلاديمير بوتين الوحدات العسكرية الروسية التي سيطرت على مدينة أفادفكا الأوكرانية وقائد هذه القوات وجاء في الموقع الإلكتروني الكريملين أن بوتين تلقى تقريرا من وزير الدفاع سيرجيش ويجر يفيد بسيطرة الجيش على المدينة الأوكرانية ومن جانبها أكدت وزارة الدفاع الروسي أن القوات الأوكرانية انسحبت من أفادفكا وتحصنت في أحد المصانع بعد سيطرة وحدات روسية بالكامل على البلدة الواقعة في منطقة دونتسكا حمل الرئيس الأمريكي جو بايدن المشرعين الأمريكيين مسؤولية سيطرة روسيا على مدينة أفادفكا في شرق أوكرانيا جاء ذلك على خلفية عرقلة الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين في القونجرس إقرار 60 مليار دولار من المساعدات العسكرية التي تحتاج إليها أوكرانيا وذكر البيت الأبيض في بيان أن بايدن أجرى اتصالا بالرئيس الأوكراني بلادامير زيلنسكي لتأكيد التزام الولايات المتحدة بمواصلة دعم أوكرانيا قال مسؤولون أوكرانيون إن القوات الروسية قصفت وأطلقت صواريخ على سلسلة من المدن في شرق أوكرانيا مما أصفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وتعرضت مدينتين قريبتان من خط المواجهة في منطقة دونتسك بشرق أوكرانيا هما كارماتورسك وسولفيا نسك وتعرض لإطلاق نار ومن جانبه قال حاكم منطقة خاركيف إن شخصا قتل عندما استهدفت قضائف روسية منزلا بالمنطقة ختم مجد الثامنة فاصل ونعود لحضركم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر